الفشل حدث مش المفروض يعورك في نظرتك لنفسك زي اللي عمل حدثة بعربية هيصلحها وهيكمل بيها مش هيفقد الثقة فيها ولا في نفسه حدث لازم الحدث ده أحاول إن أنا أعيد بناء من هدم مني بسبب الحدث ده فأنت مهم جدا تبقى عارف إن دي أكبر خدمة هتعملها لنفسك لو فشلت في فشل معين فانهدمت ثقتك بنفسك الحدث خلص أنت محتاج تكمل بنفسك في مواقف تانية وإنجازات تانية عشان أنت ربنا خلق أكل كده مدام أنت حي بقى فيه أرزاء مكتوبة لازم لها سعي السعي ده لازم تبقى المكنة اللي أنت بتسعى بيها واثق فيها واحد مسافر ألف كيلو ما ينفعش يسافر وشايف أن عربيته مديل ستين سنة فاته لكن لو شايفها مديل السنة دي هيركب وهو واثق نفسك كده فأنت أول حاجة أقولك على معلومة مبدئيا كده ترمم بيها ثقتك بنفسك اللي نهارت مفيش حاجة اسمها ضعف الثقة بالنفس لأن الثقة بالنفس دي عبارة عن أجزاء هو أنت مش واثق في نفسك في إيه بالزبط يا علماء بيقول كده علماء النفس مفيش حاجة اسمها ثقة بالنفس أنت مش واثق في شكلك ولا مش واثق في إنجازات المرحلة سنك بقى سن جوازه ولسه ما تجوزتش أو شغله ولسه مشتغلتش أو تحويش ولسه ما حوشتش أو نجاح معين زي اللي في سنك وما حصلته ما حصلتش عليه بس بقيت الحاجات زي الفل هو أنت مش واثق في إيه مش واثق في قيمك خنت قيمك بتصرف خلى منظرك قدام نفسك دانيء في المراية مش واثق في وضعك في وسط الناس المجتمع اللي انت فيه مش عامل لك إيه انت مش واثق في إيه حدد الأول حدد بالظبط انت محتاج تشتغل على إيه عشان ما يبقاش البقعة كبيرة قوي وهي في الآخر في موضوع معين على فكرة لو حددت انت مش واثق في إيه هتحط مجهودك في إعادة بناء الثقة دي في الحتة بتاعتها والمجهود هيصيب الهدف وهنا أفكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي أنقلك بيه للخطوة التانية لإعادة بناء ثقتك اللي انهارت بعد الفشل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقله وكان النبي صلى الله عليه وسلم عملوه ديمة عايز أقولك خد خطوة صغيرة أيا كان اكتب السيفي بتاعك رفع سمعت تليفون على الشخص اللي أنت خسرته بسبب الخيان اللي حصلت ده يبقى عاتل رسالة واتساب قل له حقك علي خطوة بس صغيرة كده افرد سجاتك وصلي ركع تويتر النهاردة وتوب لربنا سبحانه وتعالى لو حس انك تغلطة كبيرة ما ينفعش يتعامل كده مع ربنا ركع واحدة بس بالليل بعد العيشة خطوة صغيرة وشوف مدد ربنا هيبقى عامل ازاي حاجة تالتة عايز أقولك عليها تعيد بناء ثقتك في نفسك ثبت روتين في يومك في أعمال متنوعة بحيث لو في جانب من حياتك الضرب وفشلت فيه في جوانب تانية تبقى شايفها عندي فيها نجاحات صغيرة عارف المفروض يبقى في حياتك في رياضة كل يوم أو على الأقل خمس ايام في الأسبوع ما تستقلش بالكلام ده ما تستقلش بالكلام ده ده كلام ده اللي مكتوب في كتب صانع التاريخ والناس اللي بتحاول تأوم الناس من الوجع والفشل ورغبة الانتحار بيكتبوا كده خلي عندك رياضة خلي عندك حاجة بتسمعها عن ربنا ولو عشر دقايق في اليوم لو عندك شغل لسه مستمر انزل ومتعودش في بيتك حاجة ربعة أقولك عليها تعيد بيها بناء ثقتك المنهارة وده وجبك تجاه نفسك بص الحاجة اللي انت كويس فيها ومتتنزلش عنها انت اكيد في حاجة انت نجم فيها لو سمحت ما تسيبهاش شان فشلت في حاجة تانية ولو فشلت في الحاجة اللي انت نجم فيها صدقني النجوم الكبار يا مبكو وهم كبار وكملوا وسر نجوميتهم ان هم بيكملوا بعد أوقات الوجع فكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى الأغنياء في مكة وصل المدينة مفلس خده منه فلوسه سيدنا سعد بن الربيع قاله أديك نص فلوسي قاله لأ أنا الحتة دي فيها كبير اللي هو ايه أبدأ من الصفر دلني على السوق راح السوق اشترى تاجر رجع غني بعد أيام وتجوز والنبي عيسى والسلام شاف عليه أثر الجواز ودعاله بالبركة فكأنك ما تقبلش الدون ما تقبلش الأقل في الحتة اللي انت فيها نجم وكمل فيها وقوم حتى لو تواجعت فيها بالأربع خطوات دول تعيد بناء من هدم وانهار من ثقتك في نفسك بعد أي فشل وده وجبك تجاه نفسك اشتركوا في القناة